قبل ذلك وفي نينوى تحديداً فندى المحافظ منصور المراعيد المعلومات المتداولة عن دخول عناصر من داعش إلى محافظة نينوى عبر سوريا ودعا المراعيد الحكومة المركزية في حال قامت بجلب عناصر من داعش إلى العراق أن تجد لهم أماكن في محافظات أخرى غير نينوى حقيقة المعلومات التي تدداول حالياً من دخول داعش إلى نينوى معلومات غير دقيقة وغير صحيحة ولا نسمح بأي شيء من أشكال أن يكون تواجد لهم على أرض نينوى إن كانت الحكومة الاتحادية مرصرة على استخدامهم إلى العراق لأي سبب كان فعليهم أن نوفر لهم مكانات في محافظات أخرى